مرحبا بكم أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني أنه تم الاتفاق بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا يعمل به اعتبارا من التاسع من تموز الجاري التقرير التالي والتفاصيل ترتيبات أردنية أمريكية روسية لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا هذا ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني المومني قال إنه وفقا لهذه ترتيبات التي تم التوصل إليها في عمان سيتم وقف إطلاق النار على طول خطوط تماس اتفقت عليها قوات الحكومة السورية والقوات المرتبطة بها من جانب وقوات المعارضة السورية المسلحة على أن يعمل به اعتبارا من يوم الأحد التاسع من تموز الجاري الأطراف الثلاثة اتفقت وبحسب ما أكد المومني على أن يكون وقف إطلاق النار هذا خطوة باتجاه الوصول إلى خفض دائما للتصعيد في جنوب سوريا ينهي الأعمال العدائية ويعيد الاستقرار ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة المحورية في سوريا المومني أشار إلى أن الدول الثلاثة أكدت على أن هذه الترتيبات ستسهم في إيجاد البيئة الكفيلة بالتوصل إلى حل سياسي دائما للأزمة كما أكدت التزامها العمل على حل سياسي عبر مسار جينيف وعلى أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبما يضمن وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها الجهود الأردنية واضحة وتسير باتجاه الحل السياسي في سوريا فالموقف الرسمي لعمان كان منذ بداية الأزمة في الجارة الشمالية ولا يزال يعمل على إرساء الحل السياسي بما يضمن إيقاف نزيف الدم السورية والتشتت الذي حل بالسوريين على مدار عمر الأزمة صوت الأردن لصالح قرار دولي اعتمدت بمجيبه أول معاهدة من نوعها على الإطلاق بشأن حضر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء التام عليها وصدر القرار في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض على صك ملزم قانونيا لحضر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء عليها بتأييد 122 دولة فيما اعترضت هولندا وامتنعت سنغافورة عن التصويت وتعاهدت كل دولة طرف في المعاهدة بألا تقوم بعدة أمور من بينها تطوير أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تجريبها واستخدام الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة نووية الأخرى أو التهديد باستخدامها ويدعو القرار الأمين العام إلى عقد أول اجتماع للدول الأطراف في غضون عام واحد من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ويدعو إلى عقد اجتماعات أخرى للدول الأطراف كل سنتين ما لم تتفق الدول الأطراف على خلاف ذلك وبعد خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة يدعو الأمين العام إلى عقد مؤتمر لاستعراض تطبيق المعاهدة والتقدم المحرز في تحقيق مقاصدها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب جريمة بشعة راح ضحيتها طفل سوري وجد مقتولا أمس في منزل مهجور في العاصمة عمان العاملون في إدارة البحث الجنائي شعبة إقليم العاصمة وبالتعاون مع المختبر الجنائي وشرطة وسط عمان تمكنوا خلال فترة زمنية قياسية من إنهاء التحقيقات وإلقاء القبض على القاتل الذي اعترف بعد التحقيق معه باستحاب الطفل إلى المنزل المهجور والاعتداء عليه جنسيا ومن ثم قتله كي لا يفتضح أمره انخفض عرض المخالفات لتعليمات امتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2017 خلال الأيام الثلاثة الأولى للامتحان إلى اثنتين وستين مخالفة مقارنة بالفترة ذاتها من الدورة الصيفية للامتحان للعام الماضي إلى ذلك بدأت عملية تصحيح الامتحانات أمس حيث تم فتح تسعة وثمانين مركزا للتصحيح في مختلف مناطق المملكة وكان طلبة الثانوية العامة تقدم اليوم للامتحان في عدة مباحث للفروع الأكاديمية والمهنية حيث تراوحت أراء الطلبة حول طبيعة الأسئلة ما بين سهلة وصعبة مستويات الطلاب أكثر من نصف الامتحان صعب لازم يرائع فيه مراعب مستويات والغرفة زي النار فيش وقت الوقت قصير كتير امتحان سهل كان من مرة مش طعب وكله تمام الحمد لله كان امتحان كتير سهل ومن جوه المنهاج والوقت كافي كان الامتحان دقيق كتير وبده وقت بس لكن بالنحل فيه شغلات فيه سهلة وفيه شغلات فيه يعني بدها كانت بالنسبة للوقت هو ما كان كافي يعني تمام يعني ما كان يعني كافي للأسئلة ومقدار صعوبتها الأسئلة كانت صعبة جدا في أسئلة سهلة بتنحل سريع بس أنه أغلب الأسئلة كانت صعبة وشوي مش من مش قدرات طال يعني مش قدراتنا احتكى طلاب الامتحان صراحة كان يعني كثير صعب فيش فيه يعني أشياء تكون سهلة فيه يعني سؤالين بعضهم مش موجودات في الكتاب بالمرة صراحة يعني بيحكونا الأسئلة سهلة سهلة فيش فيها سهولة بالمرة يعني يعني جدا مصعبين الأسئلة كثير الامتحان مش سهل يعني الامتحان فيه صعوبة وخاصة فيما يتعلق في مادة النقد العربي الوقت كان مناسب يعني أن الوقت كان كثير ما كان إنه ضيق لكن المادة يعني دسمة وما لحقنا إنه نختمها كامل خلينا أحكي الامتحان يعني بده شوي يعني فيه أكمل سؤال جو صعبات وغيرا ما أخذت الزي يوم وفيه شغلات عادية كانت أجواء القاعة منيحة وكويسة وما فيه نهائي ينقش وفيه ماي 100% يعني والامتحان فوق المتوسط الامتحان كان منيح يعني الأسئلة كانت من الكتاب والمدة كمان كانت منيحة بس القضايا كثير كانت زخمة يعني يعني شكل مطبيعي الحمد لله كان كتير سهل الامتحان وحلو لدرجة وحلنا وإن شاء الله العلامات تكون منيحة الحمد لله كان الامتحان إجمالا منيح يعني بناسب الفروق كلها بس القاعات إجمالا يعني كانت كتير كتير شوب يعني ما في يعني المراوح ما ما بتنفع بإشي والمي كتير كتير حامية كان الحمد لله متوسط شوي فيه شوالين صعبات تقريبا لكن الحمد لله يعني علام إن شاء الله كويس لله بس الامتحان سهل والوقت كافي كان متوسط كان فيه أفكار جديدة وأفكار كويسة فيه أفكار سهلة للطالب اللي يعني وضعه متوسط تجهيزات القاعة كانت يعني فيها في موجود عندك فيما يفي مراوح في تجهيزات كاملة اهتمام كامل من الأساد ومن مراقبين القاعات الحمد لله كان أمور متوسطة يعني وإن شاء الله فعلنا النجاح والقاعات كويسة هدوء وبراد وكويسة كانت الأسئلة لا هي صعبة ولا هي سهلة مع مستوية الطالب وكان الوقت كافي جدا كان الامتحان سهل وفيه أسئلة صعبة وفيه أسئلة سهلة مراعي مستوية الطالب والوقت كان كافي كان فيه أسئلة سهلة وفيه أسئلة صعبة الأسئلة مضون المنهج بس الوقت كمان كان كافي بس القاعات كان جو وحار فيها يعاني لواء سحاب من وضع بيئي خطير يدق نقص الخطر في هذه المنطقة الحيوية جنوب شرق العاصمة عمان هذا الوضع البيئي تسببت به عدة عوامل نستعرضها في هذا التقرير في لواء سحاب جنوب العاصمة عمان ثمت ما يثير الدهشة من صمت متعاقب أهمل وضع اللواء وجعل من خاله البيئي جد كارثية بهذا التقرير سنسلط الضوء على أبرز الاختلالات في الوضع البيئي في لواء سحاب عند إعدادنا لهذا التقرير وقفنا حائرين من أين نبدأ أن نبدأ من وضع البنية التحتية المتهالكة أم من عشوائية التنظيم أم من القضية الأخطر التي تهدد صحة الآلاف هناك بسبب الوضع البيئي الخطير جراء سوق الأغلام وغبار مناشير الحجر وأدخنة المصانع وبحيرات مياه الصرف الصحي المنتشرة بين الأحياء السكنية أخيرا قررنا أن نبدأ من الواقع البيئي المرير بوصفه الأخطر وأولى خطواتنا ستكون من سوق الأغلام فلهذا السوق قصة يطول الحديث عنها فرغم قرار نقل السوق إلى منطقة الماضونة بالعاصمة عمان قبل أعوام إلا أنه ما زال يعمل حتى يومنا هذا ما انتقل سوق الحلال كامل خانات المحيطة في سوق الحلال ما انتقلت بالكامل لمنطقة الماضونة فبالتالي أنت تركت المنطقة لا عوضت صحاب الخانات بشكل كامل ولا رحلت أصلاً اللي أخدوا تعوير والآن هم ممأجرين خاناتهم إضافي موسى ابن هذه المنطقة لم يكن الوحيد الذي استبشر خيراً بقرار نقل السوق فقررت عائلته بناء منازل لهم في المنطقة القريبة من السوق لكنه يقف اليوم يراقب المكان من حوله فلا يرى سوى أحشاء المواشي وفضلات المصانع وبخيرات الصرف الصحية كل المخلفات اللي بتطلع من المصالق هذه بتملقاها بالمناطق المجاورة للسوق بالليل وبالنهار لن تستطيع الآن كل المناطق السكنية بجوار السوق لن تستطيع الجلوس دقيقة واحدة خارج بيتك أو تستطيع أنك تفتح الشبابيك لما بيهب الهواء بيكون شرقي أو بيكون قبلي أهل الساحب كلهم بتأثر منطقة سوق الحلال من رواح الكريهة اللي بتيجي من سوق الحلال في سوق الأغنام ثمت مشاهدة تقشعر لها الأبدان فهذا الخروف المنهك الذي يصارع من أجل البقاء يقول البعض إن من الطبيعي أن يذبحه صاحبه ويبيعه في الأسواق دون مساءلة من أحد تربى العجول والجواميس طبعاً وتنذبح داخل الخانات بطرق غير صحية بعيدة جداً عن كل معايير وشروط النظافة والسلامة العامة طبعاً المنطقة لما تكون بغير رقابة تمارس فيها كل أنواع وأشكال الأنشطة التجارية الغير مشروعة تصنيع الأعلاف من مخلفات المصانع مصانع الغذائية مصانع الشبس والبسكوت الوضع البيئي في لواء سحاب وصفه أحد وزراء البيئة السابقين بالبؤرة البيئية الساخنة ورغم التحذير والمخاطبات الرسمية إلا أن أحداً لم يحرق ساكناً وصلوا بتوصيات التقرير الكشف الأخير هذا الحديث اللوان بارح أنه عمل دورية مع التعاون مع إدارة الملكية لحماية البيئة عمل دورية ثابتة في منطقة سوق الحلال لذلك من أجل منع صهريج النضح وتفريق حملاتها أثناء الليلة وأوقات العطاء الرسمية الأثار البيئية عندنا بسحاب إحنا كل بيت بسحاب في مريض سرطان يعني في عندنا أمراض ربو بشكل كبير في عندنا هذا غير عن الإحباط المعنى والنفسي للناس لأنه إحنا كلوز من الأربع مناطق بالأربع جهات مغلقين في المصانع وبالجواريش ومن الجهة الشرقية اللي هو منطقة سوق الحلال تحديداً إهمال منطقة وحرمانها من حصتها في التنمية وغياب الرقابة بكافة أشكالها وتنصل البعض من مسؤوليته بحجة قلة الإمكانات جغل من لواء سحاب مكاناً يصعب العيش فيه كما يقول أهل اللواء فمتى ستنتهي مأساتهم سؤال لطالما ردده الكثيرون رعد بن طريف رؤية على كل حال تتابعون تفاصيل أكثر حول هذه القضية في تقرير آخر نعرضه خلال نشرة الأخبار يوم غد وإلى خبر آخر حيث حدر خبراء من شوارع جديدة تضاف على طريق المطار مساربها المتداخلة قد تؤدي لحوادث كارثية إلى التفاصيل كابوس حوادث السير بات يرافق الأردنيين صباح مساء مسبباً خسائر مادية ومخلفاً ندوباً نفسية وجسدية يصعب شفاؤها مع الوقت الإضافات الجديدة على طريق المطار إنجاز يثمن من أجل تسهيل حركة السير وتخفيف الاختناقات المرورية وخطوة جوهرية لإنشاء شبكة طرق عصرية ولكن هذا وحده لا يكفي فهذه الطرق الثلاث المؤدية لطريق المطار تشبه في تصميمها هذا الطريق الذي كان السبب في حوادث أودت بحياة شباب في عمر الورد فسوء الإدارة وعدم الأخذ بعين الاعتبار لعدة عوامل بنيوية وتخطيطية أدت إلى وقوع كوارثة كان يمكن تفاديها لو تم عملها وفق أسس علمية وواضحة خبراء حذروا من أن تصميم الشوارع الجديدة وتداخل مسار بالسير وصعوبة تدارك الحادث بسبب انحنائها وعدم وضوح الفواصل بينها قد يسبب خسائر في الأرواح والممتلكات وقد تشهد تسجيل عدة حوادث تصادم في هذه المواقع لذلك أثرنا أن نحذر من هذه المشكلات قبل وقوعها ونترك القرار لأصحاب العلاقة والاختصاص دفدت مديرية دفاع مدني العقبة حملة لاستخراج النفايات الصلبة من جوف البحر في المنطقة الجنوبية وذلك لتقليل الأضرال النتيجة من النفايات على البيئة بشكل عام وعلى البيئة البحرية بشكل خاص أخرج غطاص دفاع مدني العقبة خمسين كيلوغرام من النفايات الصلبة خلال نصف ساعة بمشاركة ثلاثين غطاص من جوف البحر في المنطقة الجنوبية للثغر الباسم خلال حملة نفذتها مديرية دفاع مدني العقبة وتأتي هذه الحملة لإظهار البيئة البحرية الأردنية في أفضل صورة والحفاظ عليها الغاية من عملية التنظيف هو لتقليل الخسائر بين مستخدمي الشاطئ وهي جاءت بناء على توجيهات مباشرة من عطوف تلواء مدير عام الدفاع المدني مصرفة باشا البزائعة وهي من الأعمال الطبيعية التي تقوم بها المديرية دوما وهي إضافة جيدة لخدمات الدفاع المدني التي تقوم بها من إسعاف وإطفاء وإنقاذ وإرشاد وتوجيه هدفت الحملة إلى تقليل الأضرار الناتجة من النفايات على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص لما تشكله النفايات من أضرار جمع على البيئة وبالأخص البلاستيكية منها لصعوبة تحللها حيث تصل المدة اللازمة لتحلل الكوب البلاستيكي إلى ألف عام بالإضافة إلى المواد السامة التي تطلقها المواد البلاستيكية خلال الاستعمال وأثناء التحلل كمادة الديوكسين المصرطنة فلسطين تاريخ وشعب هو المعرض الأول من نوعه في الأردن للطوابع والعملات التي توثق الدعم العربي للقضية الفلسطينية ووحدة الشعبين الأردني والفلسطيني كما توثق مراحل الدولة الفلسطينية في كافة منعطفاتها التاريخية إلى التفاصيل جمع الطوابع البريدية هي من أكثر الهوايات انتشارا ومتعة في العالم جليل فنوس وهو عضو جمعية هوات الطوابع والعملات الأردنية قرر من خلال معرض فلسطين تاريخ وشعب أن يقدم مجموعته الشخصية من الطوابع والعملات والميداليات التي يبرز فيها الطابع الفلسطيني ودورها في الوجود والنضال الفلسطيني وليوثق الدعم العربية للقضية الفلسطينية تاريخيا معرضنا اليوم فلسطين تاريخ وشعب هو المعرض الأول بالأردن لكي يرغب من هو مهتم بأن يأخذ فكرة ما عن بعض المجموعات التي صدرت لفلسطين عن تاريخها وعن حضارتها وعن شعبها منذ العام 1918 في أول طابع صدر بعد الحكم العثماني إلى يومنا هذا طنوس عرض المئات من الطوابع البريدية الصادرة في عدد من دول العالم والدول العربية تضامنا مع فلسطين وقضايا شعبها وتضمن المعرض طوابع لمناسبات عدة منها مكان لنصرة المسجد الأقصى وأخرى عن المدن الفلسطينية المختلفة جسد هذا المعرض الأحداث التي مرت بها فلسطين وعكسها في طريقة رائعة وتوثيق لا يمكن تغييره للمواقف العربية والدولية تجاه ما مرت به دولة فلسطين من أحداث وبالتالي أظهر مواقف هذه الدول السياسية والاجتماعية تجاه فلسطين وشعبها من يتجول في أركان المعرض وكأنه في رحلة عبر الزمن تنتقل به من حقبة إلى أخرى ليتعرف على التطورات التاريخية للقضية الفلسطينية وليستمتع بجمالية الطوابع النادرة والتي تتناول أحداثا مهمة في التاريخ وما تحتويه من مضامين ورسائل عديدة معرض كثير قيم وكثير جميل جدا يبثق مرحلة حياة فلسطين كامل وأتمد أسلسة فلسطين وانتداب البريطاني وبيحكي تاريخ كامل يعني أنت هنا بالطوابع عم بتجمع تاريخ بلد يعني الناس بتنسى التاريخ بس بالطوابع بترجع لك معلومات أنت عم تسهى عنها وما بتتذكرها وثق التعاون اللي كان حاصل من كل دول العالم مع القضية الفلسطينية اتفاجأنا بجمال المعرض وتشكيلته الرائعة جدا اللي توضح المسار الطوابع من نشأة فلسطين الحديثي لغاية اليوم في طوابع وفي عملات وفي ميداليات في أشياء نادرة جدا جدا يعني الشخص العادي ما بيعرف كمتها معرض فلسطين تاريخ وشعب هو المعرض الأول من نوعه في الأردن ويستمر لمدة يومين في جمعية هوات الطوابع والعملات الأردنية أمين سليم رؤيا اعتصم الصحفيون الفلسطينيون أمام رئاسة الوزراء في مدينة رامالة المحتلة رفضا لاعتقال زميلهم جهاد بركات لتصويره موكب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمضالة بعد احتجازه على حاجز عناب قرب مدينة تولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة إلى التفاصيل صحفيون معتقلون لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتهمة حتما عملهما صحفي الصحف الفلسطيني مهمته هي تقديد الاحتلال وليست مهمته أن يغطي أخبار اعتقال زملائه الصحفيين وبصراحة هذا شيء معيب وشيء مهجل أن نقف في وقفات تضامنية مع زملائنا في اعتقالهم لدى الأجهزة أنا أطالب بضرورة وجود جسم النقابي يحمي الصحفيين بشكل حقيقي حتى لا يتم اعتقال سواء أنت أو أنا أو غيرنا من الصحفيين إن كان اليوم جهاد غدا يمكن أن يتم اعتقال أي شخص ففي وقفة تضامنية بدت فيها نقابة الصحفيين مغيبة أكد الصحفيون الفلسطينيون المشاركون ومن أمام رئاسة الوزراء هنا في رمالله رفضهم لكل الممارسات التي تمارس بحقهم وحق زملائهم سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة مؤكدين أنها تقود عملهم الصحفي وخصوصا ملاحقتهم على إثر ممارستهم لهذا العمل بدلا من أن يتم ممارسة هذا الاعتداء على الصحف الفلسطيني بدلا من أن يتم اعتقاله وملاحقته على السلطة الفلسطينية وعلى حركة حماس في قطاع غزة أن تفتح أبوابها ومعلوماتها للصحف الفلسطيني كي ينقل الصورة الحقيقية لما يحدث على الأرض الفلسطيني وين جهاد كانت العبارة الأبرز التي تساءل من خلالها زملاء الصحفي جهاد بركات عن مكان تواجده بعد أن أشار أكثر من جهاز أمني بعدم وجوده لديهم حيث كان اعتقل مساء الخميس إثر تصويره لموكب رئيس الوزراء الفلسطيني بينما كان محتجزا من قبل قوات الاحتلال على حجز عناب قرب مدينة طول كرمى المحتلة جهاد بركات لم يرتكب أي جريمة تم اختطافه عبر السيارة السياحية تابعة لموكب رئيس الوزراء وهذا بحث ذاته انتهاك صارخ للقانون بعد ذلك علمنا أنه ذهب للأمن الوقائي ومن الأمن الوقائي للإستخبارات ما قمت به الحكومة من إصدار بيان يسوغ الاعتقال ويعطيه غطاء غير قانوني بالعكس أي أحد قانوني سوف يقوم بقراءة بيان مجلس الوزراء سوف يصل إلى نتيجة أنهم شركاء بهذا الاعتقال جهاد بركات أحمد الخطيب في رمالله وعامر بعلوشة وفؤاد جرادة في قطاع غزة من هنا ينتقل الصحفي الفلسطيني ليصبح الخبر بعد أن كان يغطي انتهاكات الاحتلال بحق شعبه الفلسطيني عجز مائي مستمر تعاني منه مختلف المدن والقرى الفلسطينية نتيجة سيطرة الاحتلال على كافة الموارد المائية هناك إلا أن ما زاد من حدة هذه المعاناة شروع سلطات الاحتلال بقطع وصلة تزويد المياه عن مخيم قلنديا شرق مدينة القدس المحتلة وبشكل كامل إليكم التفاصيل مخيم قلنديا يعاني من انقطاعا مستمرا للمياه يصل لعشرين أو ثلاثين يوما متتاليا لتدور المياه بعدها ولساعتين فقط ولمضاعفة معاناة المواطنين في موجة الحر أغلق الاحتلال وصلت تزويد المياه للمخيم بشكل كامل وكأنه ليس من مقومات الحياة الأساسية المطلوبة بنا نغسل بنا نحمم عندي أطفال كثير صعب هسا أنا كنت أغسل يعني يوم بعد يوم تكريبا لما كانت تيجي الماء هسا أنا كل عشر أيام كل 12 يوم وبغسل يعني على إيدي الإش المحتاجين بس الإش اللازم مش كل الغسيل لما تيجي الماء نضطر بنعبي مثلا براميل كناني مرات ولا في التناجر بنحط ماء وبنغطيها بنخليها لأيام هذه يعني بنوخذ احتياطاتنا أو لما طبعا من نقطع طبعا واحد بطر بصير يروح يطلب من الجيران مثلا يعبوا ماء عشان نشرب هيد أكثر من أسبوع ما قدرت أن أتحمم لأنه ما في ماء عندي طفلي عمره سنة كان بذكرها هذه الفترة اضطريت أن أجيب له كناني ماء معدنية عشان بس أحممه فإحنا الكبار نستحمل الأطفال العجزة الاحتياجات الخاصة المرضى المعاناة بتكون مش طبيعية الاحتلال هو المتحكم بكل مقدراتنا سواء ماء سواء كهرباء سواء حتى أغذية كل شيء وتغاضيا عن جميع الاتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال لم يقم الاحتلال بإغلاق وصلة مياه مخيم قلنديا فحسب بل عمد على خفضها بنسبة 30% في بلدة بيتونيا غرب رامولا أيضا لتزويد خزانات المياه في المستوطنات المحيطة والتي فرغت نتيجة ارتفاع الاستهلاك خلال موجة الحر في كان يوم 24 ساعة بدل ما يزودون ب33 ألف اللي هم أصلا فيهم عجزة زودون ب29 ألف ومئة متر مكعب وصلت بيتونيا راحت 3000 متر مكعب يعني احنا بنحكي عن حوالي 7000 متر مكعب 7000 متر مكعب بغذ ما يقارب من 15 ألف أسرة فهدولة اللي 15 ألف أسرة ما صار في عندهم وبالتالي بدك تضطر انت تخصمي من كميات الموجودة لمشتركين آخرين من أجل تغذية هدول الناس أو يعطاهم كمية وليس الكمية اللي بيحتاجوها على مدار الأسبوع المناطق الفلسطينية تعاني عجزا مائيا كبيرا فكميات المياه التي يتم تحويلها للفلسطينيين هي ذاتها منذ 12 عاما رغم الازدياد السكاني الكبير من مخيم قلندية شرقي القدس المحتلة آية الخطيب رؤية علنت قيادة العمليات المشتركة في العراق السيطرة الكاملة على البلدة القديمة في الموصل الغربي المدينة إلا أنها لم تعلن بعد تحريرها تماما من مسلحي داعش فيما نوها التلفزيون الرسمي إلى أن إعلان النصر في الموصل سيتم خلال ساعات السابع عشر من تشرين الأول من العام الماضي كانت هذه ساعة الصفر لعملية تحرير الموصل وبعد مضي شهور من المعارك الطاحنة بين القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي وعناصر عصابة داعش الإرهابية استعاد الجيش الجانب الشرقي من المدينة في كنون الثاني من العام الحالي ليطلق بعدها الجيش العراقي المرحلة الثانية من المعركة يوم الثامن عشر من حزيران الماضي أعلنت القوات العراقية بدء اقتحام المدينة القديمة لتصل التطورات إلى إعلان الجيش العراقي أن إعلان النصر في معركة الموصل سيتم خلال ساعات حتى لحظة إعداد التقرير القوات العراقية أكدت أنها تتقدم للسيطرة على الأمتار الأخيرة في الموصل القديمة مشيرة إلى أن قوات الشرطة الاتحادية مستمرة بتطهير آخر ما تبقى من مناطق المدينة القديمة للقضاء على العناصر الإرهابية مؤكدة مقتل 74 إرهابيا والأثور على صواريخ وأسلحة خلال الساعات الماضية متحدث باسم الجيش العراقي قال أن التقديرات العسكرية تشير إلى أن عدد مقاتلي عصابة داعش بالموصل لا يتجاوز الماء تعنصر إن لم يكن أقل كاشفا في الوقت نفسه عن أن أغلبهم هم من الانتحاريين ومن جنسيات أجنبية إذن فمعركة الموصل في طريقها إلى الحسم لتبقى المهمة الأصعب هي إعادة الإعمار وإعادة النازحين وضمان عدم تكرار الكابوس الذي مرت به المدينة على مدار السنوات السابقة حصل الرئيس الأمريكي على بيان موثق من مجموعة العشرين يؤكد انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ لتأخذ واشنطن بعد ذلك منحا آخر في سياستها المتعلقة بملف المناخ وكانت مجموعة العشرين اختتمت اليوم فعاليات القمة المنعقدة في مدينة هامبورغ الألمانية واستستمرار تظاهرات من قبل محتجين على هذه القمة تفاصيل أوفاء في التقرير التالي مع استمرار التظاهرات والاحتجاجات على إقامة مجموعة العشرين قمتهم في مدينة هامبورغ الألمانية عبرت المستشارة أنجيلا ميركل عن استيائها من هذه الأعمال معتبرة أنه لا يمكن تبرير أفعال المتظاهرين في هامبورغ مجموعة العشرين توصلت إلى اتفاق بشأن البيان الختامي لقمتهم ومن أبرز بنوده إدانة الحماية والاعتراف في الوقت ذاته بحق الدول في الدفاع عن مصالحها التجارية حال ارتكاب أي ممارسات غير قانونية قضايا أخرى كانت حاضرة على طاولة النقاش في القمة أبرزها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصوله على بيان انسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ما يتيح لبلاده مواصلة سياسة مختلفة حيال هذا الملف العالق تصريحات خرج بها عدد من المشاركين أبرزها ما ورد على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الموقف الأمريكي حيال الأزمة السورية بات أكثر عملية إضافة إلى تعبيره عن التفاؤل بشأن تعاون بلاده مع الولايات المتحدة بعد محادثات مع نظيره ترامب على هامش أعمال القمة من جانبه ترامب أبلغ نظيره الصيني بضرورة التحرك لتسوية الأزمة مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي الذي اعتبره الرئيس الأمريكي مشكلة ولا بد من العمل على حلها إذن هي قمة اختتمت أعمالها وتمخض عنها توافق واختلاف لعدد من القرارات كما أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن عقد قمة جديدة محورها مكافحة التبدل المناخي بعد عامين من اتفاقية باريس يوم الثاني عشر من كانون الأول المقبل آملا بإقناع نظيره الأمريكي العدود عن قرار الانسحاب وفي جولتنا حول العالم قوات سوريا الديمقراطية تواجه صعوبة في التقدم في الرقة والمعارضة الفينسويلية تلوح بأكبر حركة عصيان مدني في التاريخ ضد رئيسها تواجه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية صعوبة في التقدم في البلدة القديمة بالرقة في سوريا حيث يكثف مسلح عصابة داعش الإرهابية هجماتهم الانتحارية وإطلاق القذائف تظاهر آلاف اليمنيين المطالبين بانفصال الجنوب في شوارع مدينة عدن وهم يرفعون علم الدولة السابقة في هذه المنطقة في ثالث تجمع من هذا النوع منذ أيار الماضي يشكل القناصة المتمركزون في الأبراج العالية التحدي الرئيسي الذي تواجهه القوات الفلبينية التي تتصدى للمقاتلين الموليين لعصابة داعش الإرهابية في مدينة مراوي جنوب البلاد منذ أكثر من شهر وعلى الرغم من شهر من المعارك ما يزال مقاتلون يرفعون راية العصابة متمركزين في أجزاء من المدينة حيث تلقي الطائرات والمروحيات الحربية قنابل وصواريخ على مخابئهم يواصل رجال الإنقاذ في اليابان جهودهم للعثور على مفقودين ونجدة أشخاص عالقين في منازلهم جنوب غرب البلاد حيث ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة إلى 15 قتيلا واشتاحت الأنهر التي فاضت عن ضفافها بالمياه والوحول مساحات من عدة مناطق بعد أمطار غزيرة أغرقت طرقا ومنازل ودمرت مدارس وأسفرات عن عشرات القتلى والمفقودين يستعد قادة المعارضة الفنزويلية لمواصفه بأكبر حركة عصيان مدني في التاريخ حيث سيقومون بإجراء استفتاء في السادس عشر من تموذ الجاري لتحديد أما إذا كان الفنزويليون يدعمون أو يرفضون الجمعية التأسيسية وكان الرئيس الفنزويلي رفض تنظيم انتخابات عامة ودعا الانتخاب جمعية تأسيسية في الثلاثين من تموذ الجاري لتحل في وقت لاحق محل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة بعد عشر سنوات من اختيار مدينة البترة إحدى عجائب الدنيا السبع كيف تبدو المدينة اليوم؟ وهل ما زالت قبلة الأردن السياحية؟ لنتابع هذا التقرير مدينة الأنباط الوردية والتي كانت تستقبل قبل عشر سنوات سبعة آلاف سائح في اليوم أمست اليوم شبه خاوية الإشي الملحوظ أنه ينقصها الكثير من الاهتمام والترويج السياحي يعني البترة هي الواجهة السياحية للأردن فأكيد منها نعرف قديش نسبة السياحة اللي بيجوا على الأردن فهذا الإشي اللي لاحظناه أنه قاعد بينقص أول بأول بعض زوار البترة على قلتهم اليوم يرون أن تحسناً ملحوظاً طرأ على الخدمات في المدينة فيما يرى آخرون أن الوضع يزداد سوءاً أنا زرت البترة قبل تقريباً عشر سنوات لاحظت صراحة اختلاف كبير بالبترة يعني من ناحية الخدمات بصراحة المرافق الصحية يعني صارت أفضل بكتير ما شاء الله يعني عليها كويسة وممتازة بس المشكلة شوية النظافة شوية ترتيب الخيل في الأول كان كل شي مسموح يعني تفوت على المغر تفوت على المحكمة على كذا هس كله مسكر هس صال خزني كما نسع كنا زمان نفوتها هس ممنوع قبل عشر سنوات صوت العالم لصالح البترة وأصبحت ثانية عجيبة بعد سور الصين العظيم بيد أننا لم نتمكن للآن من استثمار هذه الميزة على الوجه المناسب ولآن نترككم مع هذه المشاهد واللقاطات بلا تعليق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة